جزاكم الله حيرا أيضا تقول عن أولئك الأقارب إنهم يتركون الصلاة وقد نصحناهم وعرفناهم بخطورة ذلك وأن تارك الصلاة كافر ولكن لم يستجيب لنا وإذا نظرت في وجوههم رأيت ظلمة وسوادا والعياذ بالله ونحن نصلهم ونأكل معهم ونسلم عليهم ولكني قرأت آيات من كتاب الله تنهى المؤمنين عن مودة ومحبة الكفار وأنهم نجس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كما أن الكفار لا يسلم عليهم ولا يؤكل معهم وتستمر على هذا المنوار الشيخ صالح لتستشيركم جزاكم الله حيرا فالأمر كما ذكرت إلا كانوا لا يصلون ويتركون الصلاة متعمدين فإنهم كفار لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وبالتالي لا تجوج مودتهم ومحبتهم وأما زيارتهم إذا كان فيها فائدة من مناصحتهم والتأذير عليهم فإنك تزورينهم وأما إذا كانت زيارتهم لا تؤثر فيهم ولا تجدي فيهم النصيحة فإنهم تجب مقاطعتهم وهجرهم حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم